لطالما بدأت العلاقة بين الإقليم والمركز بخطوات وضعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة كردستان مسرور برزاني على طاولة العراق الواحد والتقارب المطلوب فأن المفاوضات تتبعها المفاوضات للوصول إلى حلول للخلافات وصناعة الاتفاق في كل القضايا العالقة اتفاق طال انتظاره تتوصل إليه الحكومتان يمنح الضوء الأخضر بإرسال حصة الإقليم من الموازنة لعام 2021 بأثر رجعي بدءا من كانون الثاني وعلى هذا الأساس سيتم إرسال تريليون وبئتين مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية ردة الفعل المباشرة على لسان برزاني في حديث الهاتف المتبادل مع الكاظمي بدأ بالشكر والتحية اتصالات هاتفية من شأنها أن تدعم مؤيدي فكرة سير الكاظمي على طرق تحقيق الأقوال وترجمتها إلى أفعال حكومة الإقليم أكدت التزامها الجدي بتنفيذ بنود الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري بجدية وتطبيق كامل حيث سلمت حكومة كردستان حكومة بغداد جميع البيانات المطلوبة بشأن تطبيق بنود الموازنة الموازنة المالية نصت على تسليم الإقليم لكمية 250 ألف برميل يوميا من النفط والنصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل الحصول على نسبة 12.6% من الموازنة الموازنة المتحدة ترجمة نانسي قنقر